بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارت فور ديزاين اوف سلاب نبدأ ان شاء الله الديزاين بتاع اول جزئية اللي هو الديزاين بتاع الاسلاب احنا عندنا السيلف ويت بتاع الاسلاب نقدر نحسبه اللي هو 12 من 124 اللي هي اليونت ويت بتاعة الخرصانة الويت اوفروف فينش ده اسيومت احنا بنفرضه السيلينج فينش اللي هو 25 من مية كيلو نيوتن على المتر سكويرد ده برضو اسيومت بنفرضه التوتال ديد لود في الحالة ديت لو جمعت الكلام دوت اللي هو 288.5 و 25 من مية يديك 63 من مية يبقى انت عرفت التوتال ديد لود طيب اللايف لود جيفنا عندك في المسألة اللي هو واحد ونص الماكسمام سيرفيس لود مومنت ات انتيريور ساب بورد يعني عايزين نحسب المومنت اللي عند الانتيريور ساب بورد الكلام ده بيساوي دابلو ديد لسكوير على عشرة بلوس دابلو لايف في لسكوير على تسعة الكلام ده بيديك تمانية ونص يبقى المومنت اللي هنشتغل عليه بنقول تمانية ونص بنضرف فاكتور اللي هو واحد ونص علشان تحول من الوركينج لود الى الالتمت لود يبقى المومنت اللي انت شغال عليه اتناشر وسبعة من عشرة طيب بنبدأ نحسب الفاكتور اللي هو اميو على بي دي سكوير اميو حسبناها البي بناخد ستريب بالستريب ديت العرض بتاعها واحد متر اللي هو الف ميلي ميتر الدي مية ليه لان احنا قلنا التي اس بتساوي مية وعشرين يبقى دي بتساوي تي اس مينوس الكفر واحنا بناخد الكفر عشرين ميلي يبقى دي بتساوي مية حسبنا الفاكتور دوت بندخل التابلز بتاعة الديزاين وانها بنحسب الرو لنسبة التسليح طلقت نسبة التسليح عندنا تمانية وثلاثين من مية يبقى الاريا ستيل اللي هشتغل عليها هي عبارة عن رو مضروبة في عرض الشريحة اللي هو واحد متر في الدي اللي هو ميت متر ونقسم الكلام ده عالمية يطلع عندنا 384 ميلي ميتر اسكوير طب لو انا افترط الاسبايسنج عشرة ميلي ميتر للديامترز اللي عندي يبقى في الحالة دي يطلع الاسبايسنج ده بيساوي ميتين واربعة ونص من السنتر يعني ادي السيخ والسيخ التاني من السنتر للسنتر المسافة دي ميتين واربعة طبعا احنا بنحاول نستخدم ارقام صحيحة يبقى بنقول بروفايد نمبر عشرة كل ميتين ميلي يعني كل عشرين سنتي هنحط سيخ الديامتر بتاعه عشرة او نمبر عشرة طب تعالى نشوف الاريا ديستربيوتت بتاعة الستيل هتحسبها ازاي يبقى 12 من 100 في البي في 120 على 100 يديك 144 ميلي ميتر اسكوير يبقى الاسبايسنج بتاعة 8 ميلي ميتر ديامتر بار بيساوي خمسين واثنين من عشرة في الف على 144 يديك 349 يبقى في الحالة دي هستخدم حديد نمبر 8 كل تلتمية واربعين ميلي سنتر تو سنتر يبقى انت هنا بتتكلم على المين ستيل والديستربيوتيد ستيل اللي هو بنسميه الساكندري ستيل في الاسلاب وهنا دي التفاصيل بتاعتها ده الحديد الرئيسي بتاعك عشان يقاوم المومنت اللي هنا اللي انت شايفه بعد كده ده الحديد اللي بيقاوم المومنت في المومنت الموجب الحديد اهم حاجة يحصل لك استنشن جوه البحر المجاور مسافة اللي هي تيلت البحر لو حسبناها هيطلع واحد واثنين من عشرة متر يبقى دي التيلز او الخلاصة بتاعت تصميم البلطات اشتركوا في القناة